السلام عليكم ورحمة الله عندي قناعة تامة بأن الرزق يأتي أحياناً على هيئة نكت فإذا جاك شيء ينكد عليك افرح به ولا تستعجل تحكم عليه في قصة يرويها لأحد المسؤولين المتقاعدين اللي كانوا يعملون في خارج يقول مرة من المرات جاءنا شاي بني بيسلم على ولده جاي من السعودية يقول وحبيت ضيفه إكراماً له ولولده يقول واخدته من الفندق موديه للمكان اللي حنا عازمين فيه يقول حاطين لحفلة صغيرة وركبت شوي بمعي وفطلي اكتشفت مفاجأة إنه جاي يأخذ ولده ويبيني أقنعه إنه يروح معه ويترك التعليم والدراسة قالوا قال لي تراني أنا يا ولدي ثري وغني وموري طيبة وبخير ولهن في حاجة وظائف ولهم يحزنون ومنها الحدس قالوا يعلمني قصة في غاية الغرابة قال لي يا ولدي تراني أنا أصلاً كنت فراش مدرسة شدني الذهول وأخذني الفضول قلت لي واشلون يا عم قال اشتغلت عشرين سنة فراش مدرسة ويوم من الأيام وأنا طالع من الدوام وكان دوامي ينتي تقريباً أربع أربع ونص حسب الموسم حسب الشغل إذا طلعوا الطلاب نظفت المدرسة ورتبتها واسيتها ثم صليت العصر وأرحت للبيت في طريق البيت يطال عندنا المدرسة ووقف عندي هاكل كدلك الأبيض فيه شايب ومع السواق يقول نزل القزاز وقال لو سمحت يا أخ وقلت نعم قال لو سمحت تكفى أرجوك أبيك توديني له يقول تسم يقول الله واركب معهم ويمين يسار يمين يسار الليين وصلتم للمزرعة يقول نزل فيها الشايب وقام يفتر يمين ويسار وطول وعرض ونشد عن جيران يقول جلس لك يا الله والعالم ثلث أو نص ساعة ثم خذوني ودوني البيت يقول تأخرت الله والعالم ساعة أو ساعة ونص يقول يوم دخلت لون المرة الشاعشة وحالتها حالة نسألة سلامة يقول له والله هالمرة يومنا سدت نفسي يقول قامت تهاوش نحسب انك ضايع نحسب ان نحضن خاطفك نحسب انك ميت قلت يا بنت حيوانة فضيع هذه المدرسة قدام باب البيت لكن جاني فجان وصلت نويه مشوار جل هذا شكل ما هو من هلا الديرة وطلب منينا وصلها كالمزرع واخدته ووديته بعد الله والعالم شهر شهر ونص يقول ويجاك اليوم قالوا العيالي الباب يطق في رجاني بيك يقول والله واطلع إلا هو رائع الكذلة قلت له حول قوة إلا بالله هذا وش عنده قل له والله مع هاك الكيس اللي مليان اندرعه قل ذا وش شو قال هذا سعية قلت وش سعية قال المزرع اللي تخبر اللي وصلت لناها قلتي قالت لني شريتها وهذا سعيك قال الله عندنا هاك المخد السبير من الأولات يقول واخذها واشقها واطلع القطن اللي فيها يقول وحشاها بالدرهم يقول ولحمها وحطها محد ينتبه يقول يوم ما خدت يومين أو ثلاثة يقول وانا دي اخواني يقول تقهوانا وياهم يومنا خلاصنا وجلسنا يقول وسكر باب المجلس يقول واطلع الدرهم يقول واثرها قدامهم والله قولتهم وش ذا وش ذا يقول والله وعلمهم سالفة الشائب رأي الكدرك قالوا لا تستعج انه بنحطها لك في عقارات وفي دككين قد انها تصلف عليك ان تعييلك يقولوا مع المسكين ما تغدى وضيق صدرهم تهوش انهم رته وضيع وقته وما يدري ان هذا هو مفتاح الرزق اللي بيغير حياته الأرزاق مفاتيح فإذا جاكم ما ينكد عليكم تذكروا إنما العسر يسرى إنما العسر يسرى السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر